هجمات دامية شهدتها كل من محافظتي كاركوك وبغداد في العراق يعتقد أن تنظيم داعش يقف وراءها ففي كاركوك أكدت قوات البشمرقة مقتلة وإصابة عدد من عناصرها خلال هجمات نفذها مسلحون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش على حواجز أمنية للشرطة الاتحادية بعد يوم من هجوم استهدف دورية للشرطة أوقع عددا من القتلى والجرحى وفي بغداد أفدت مصادر أمنية عراقية بارتفاع عدد القتلى والجرحى جراء انفجار عبوتين ناسفتين في قضاء الطارمية شمالية العاصمة وذكرت خليات الإعلام الأمنية أن القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية نفذت الهجوم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي وقعت بينما أعلنت وزارة الداخلية إعفاء مدير الاستخبارات الأمنية في محافظة ديالا بسبب إخفاقه بصد ومواجهة عمليات تنظيم داعش وسعد تنظيم داعش هجماته في الفترة الأخيرة لا سيما في محافظات كاركوك وصلاح الدين وديالا بالإضافة إلى بغداد في الوقت الذي كثفت فيه القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول التنظيم وتثير هذه الهجمات مخاوف من عودة التنظيم في العراق حيث أكد مسؤولنا أمميون أن التنظيم يبذل جميع الجهود لإعادة تجميع صفوفه وتفعيل أنشطته التي ازدادت وطيرتها في الآونات الأخيرة اشتركوا في القناة